بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء السلام عليك يا بنت منع رجابه إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الوراء ومنقذ العباد من الردى السلام عليك يا بنت صاحب الخلق العظيم والآيات والذكر الحكيم السلام عليك يا بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود السلام عليك يا بنت منهج دين الإسلام وصاحب القبلة والقرآن وعلم الصدق والحق والإحسان السلام عليك يا بنت صفوة الأنبياء وعلم الأدقاء ومشهور الذكر في الأرض والسماء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت خير خلق الله وسيد خلقه وأول العدد قبل إيجاد أرضه وسماواته وآخر الأباد بعد فناء الدنيا وأهلها ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت إمام الأتقياء السلام عليك يا بنت عماد الأصفياء السلام عليك يا بنت يعسو بالدين السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت قائد البرر السلام عليك يا بنت طامع الكفرة والفجرة السلام عليك يا بنت وارث النبيين السلام عليك يا بنت خليفة سيد المرسلين السلام عليك يا بنت من حساب الناس عليه والكوثر في يدايه والنص يوم الغدير عليه ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت من قاد زمى مناقتها جبرائيل وشاركها في مصابها إسرافيل وغضب بسببها الرب الجليل وبكى لمصابها إبراهيم الخليل ونوح وموسى الكريم في كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت البدور السواطع السلام عليك يا بنت زمزم والصفاء السلام عليك يا بنت مكتا ومناغا السلام عليك يا بنت من حمل على البراق في الهواء السلام عليك يا بنت من حمل الزكاة بأطراف الرداء وبذله على الفقراء السلام عليك يا بنت من أسرى بإله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى السلام عليك يا بنت محمد المصطفى السلام عليك يا بنت فاطمة الزهرام السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى 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 على الأقطار سادات الأرض والسماء من ولد أخيك الحسين الشهيد العطشان الضمآن وهو أبو التسعة الأطهار وهم حجج الله من طرق الشرق والغرب من الليل والنهار الذين حبهم فرضون على أعناق كل الخلائل السلام عليك يا بنت ولي الله الأعظم السلام عليك يا أخت ولي الله المعظم السلام عليك يا عمة ولي الله المكرم السلام عليك يا أم المصائب زينب ورحمة الله وبركاته لبيك يا زينب السلام عليك يا أ Vergان السلام عليك يا أشياء شكرا